انا جاي النهاردة اتكلم معكم على ستندقية ويعلقته كده ازاي وكمان استخدامته ايه كمان? ورأيي فيه بصراحة. ازاياتك? كنت مكنس للارض علشان كنت لسه خرمة في الحيطة علشان اعلق المنظم ده. بص اولا انا علقته بدي. تمام? جدها من عند الموان. اللي اتنين باتنين جنيه بقية. ماشي? المهم. تعال بقى نتكلم عليه شوية. اولا انا كنت شارية من اي كيا كان بمئة وتلاتين جنيه. ده سعر الاساس بتاعه. ساعات بينزل عليه خاص ما بيبقى بتسعين جنيه او تسعة وتسعين جنيه حاجة زي كده. واشتريت كمان الهوكات دي. من اي كيا برضو. كانت بخمسة تلاتين جنيه لخمسة. وهم اهو. شكلهم قريب اهو. عاجبني جدا. هنخش في النقطة التانية ان انا كنت شارية اونلاين. نسيب لكم الفيديو فوق هنا علشان تشوفوا انا كنت شارية اونلاين ازاي. تمام? غير كده بقى انا علقته على الحيطة علشان انا كنت جايبها عشان اعلق عليه الحاجات. لسه اشتري كمان حاجات تانية واعلقها. وكمان زائد ان هي الخامة بتاعته حلبة. وحطت كمان الحاجات البلاستيك دي. هي كت بتيجي معي يعني. حطتها اه هي ما فطت حتى عشان ما تيجي تحطي على الرخامة متتزحلق. شبس انا كمان حطتها او انا معلقها على الحيطة علشان ما يعدش يخبط ويروح وييجي على الحيط يبقى متسبت. عرضه حوالي خمسين سنتي في تلاتين سنتي. فهو مقاسه حلو جدا. اول حاجة ممكن تحطيه على الحيطة زي ما انا عاملاها كده في المطبخ وتحطيه عليه ادوات المطبخ او التصاد. تاني حاجة دي تلات حاجة. تاني حاجة ممكن تحطيه على الرخامة وتحط عليه حاجات السخنة. تالت حاجة ممكن تحطيه على الحيطة وتصف عليه الحاجة. ربا حاجة ممكن تحطيه على حيطة اي قضا عندك تحطيه فيها الكبات او ادوات مكتبية اي حاجة. وانا كسورة انا علقته جانب اللي استندي ده. تمام? عشان يبقوا جانب بعض والحاجات تبقى مرتبطة بعضها. بالمناسبة ده انا كنت شارية من العتبة. كان كان يعني المتر وعشرين ده كان اه في حدود مئة وخمسين جنيه. تمام? حلو برضو. بس اللونه بيغير شوية. يعني بس حتى تحس ان هو لونه اصفر شوية. فمفوض ان انا كل شوية بقى بانضفه وامسحه. بس هو كويس. تمام انا كده الفيديو بتاعي خلص يارب بيكون عاجبك وعاجبت كمان الاستند بتاع اي كيها اللي انا حطيتها. هو مش استند هو اصلا حامل عشان تحط عليه الحاجات السخنة بس انا استخدمته لاستخدام التاني بتاعه اللي هو اعلقها الحيطة اعلق عليه حاجاتي. انا اصلا مستعمله كمان كديكور علشان حاسيت ان هو شكله حلو وشكله قيم جدا جدا. وكمان الاستند بتاعه ما بيصديش. فهيتعرض للماء في اي حتة مش مش هيحصل بيحاجة ان شاء الله. يارب يكون عاجب بكي الفيديو. عاجب بكي الفيديو. عمليه لايك وسبسكرايب. تمام? والله باي باي. اعملي اشتراك في القناة. لا يحاولوا لقناة ايلا بيلا. اعملي اشتراك في القناة. مش عارفة الناس حصل لها ايه يا جناعة. مش عارفة الناس حصل لها ايه.